اشتركوا في القناة أيها الإخوة الكرامة من تكريم الله تعالى للإنسان أن جعل العلاقة بينه وبين الملائكة علاقة قوية متينة تجمعهم رابطة الإيمان قال تعالى في هذا الشأن في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وجعل سبحانه بين الملائكة والمؤمنين حبا فهم يحبون العبد المكرم الذي حافظ على تكريم الله عز وجل فكان من المؤمنين الصالحين الصادقين في إيمانهم ومن الذين تقربوا لله تعالى فيما شرع وأمر وروا الشيخان عن أبي هرينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أحبابي في الله هذا الإنسان المكرم عند الله تعالى عندما يستجيب لله تعالى ولرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يزيده الله تعالى تكريما ومن صور تكريم الله عز وجل له أن جعل الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جعلهم يصلون على هذا الإنسان المكرم المؤمن قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم وقوله تعالى ليخرجكم اللام هنا هي لام التعليل يعني أن الصلاة من الله تعالى وملائكته الكرام على العبد المؤمن المكرم لها أثر كبير وقيمة عظمى وذلك في إخراج العبد المكرم من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك والكفر والذنوب والمعاصي إلى نور الهداية وطريق الحق وطريق الخير والصلاحة فصلاة الملائكة الكرام لها أثر كبير في انتقالنا من الظلال والشرك والظلمات إلى النور والهداية والطريق المستقيمة أحبابي في الله من أراد صلاة الملائكة الكرام عليه فعليه أن يأخذ بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين الأسباب والأمور التي تجعل الملائكة تصلي على هذا العبد فقد روى الترميزي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة يقول العلامة المباركة فوريج في شرح هذا الحديث غدوة يعني ما بين صلاة الغدوة وطلوع الشمس والظاهر أن المراض به أول النهار وما قبل الزوال إلا صلى عليه أي دعا له بالمغفرة حتى يمسي من الإمساء وإن عاده النافية بدلالة إلا ولمقابلتها معها عشية أي ما بعد الزوال أو أول الليل وكان له أي للعائد خريف أي بستانة وهو في الأصل الثمر المجتنى أو مخروف من ثمر الجنة وإضافة إلى ذلك ينادى على عائد المريض من السماء كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه ترمزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله لداه مناد انطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أحبابي في الله كم أن هذا الإنسان مكرم عند الله تعالى وخاصة إذا استجاب لله عز وجل لذا علينا أن نستحي من الله تعالى وأن نشعر بوجود الملائكة من حولنا ومن استشعر وجود الملائكة زالت عنه الوحشة والغربة وحفظ بإذن الله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بمعية الملائكة معية خاصة تحفظ بها من جميع الفتن اللهم آمين يا رب العالمين أحبابي في الله إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تنسوا مشاركة المقطع مع أصدقائكم ليستفيد منه كل مسلم ودعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر